أزمة فقهية وفكرية وجدل واسع أثارها مقالان نشرهما زعيم الطيار السلف المدخل في الجزائر محمد علي فركوس على موقعه الإلكتروني المثير في المقالين أن فركوس أخرج أقطابا وطيارات إسلامي عديدة من عباءة أهل السنة والجماعة مثل الأشعر والصوفية والإخوان والإباضية كما نالت جمعية العلماء المسلمين نصيبا من نيران الشيخ فركوس التي وصفها بالجمعية الحزبية التي تحارب العقيدة حسب زعمه حيث اعتبرت جمعية العلماء فتوها السابقة بالفتنة وتدعو إلى التفرقة فتاوى أثارت سيلا من ردود الفعل حيث اعتبرها كثيرون تجاوزا غير مسبوق ودعوة ضد المرجعية الدينية الجزائرية دخول في نفق المدخلية خطير جدا وفيك يجعلك لا ترى الأشياء إلا من خرم إبريتين لذلك طال الجميع وبدعوا الجميع وجرحوا الجميع وحالهم كحالي ولا أريكم إلا ما أرى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سارعت من جانبها إلى استصدار تعليمات بمراجعة ترخيص الأئمة المتطوعين على منابر المساجد لسيما خلال شهر رمضان في مسعى منها برعي متابعين للحد من مخاطر التيار السلف المدخلي على عموم المصلين المساجد لن تكون منبرا للتطرف ولن تكون منبرا للعنف ولن تكون منبرا لنشر الأفكار الداخلة على المجتمع الجزائري من هنا نحصن المساجدنا من أي دخول لهؤلاء إلى المساجد لينشروا التفرق الاجتماعية ويحدث ما يسمى بفوضى الإفتاء ويحدث ما يسمى بالانقسام الاجتماعي ويرى منتقد الشيخ فركوس أن إقصاء مجموعات إسلامية من نطاق أهل السنة والجماعة في الجزائر هي بوادر العودة إلى فتيل المأساة التي شهدتها الجزائر في تسعينية القرن الماضي والتي كانت بدايتها خطابات دينية محردة وفتا وتكفرية عانينا ما عانينا ولسنا مستعدين إلى أن نأخذ معاناة أخرى وفيتا أخرى تنشر التفرق داخل الجزائر والجزائريات ويعد محمد علي فركوس وهو أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الجزائر شخصية غامضة رغم شهرته حيث نادرا ما توجد له صورة أو فيديو كما يرفض هو وأتباعه التعاطية مع وسائل الإعلام أو إجراء مقابلة معهم الفتاوى والمقالات التي يصدرها شهريين الشيخ فركوس زعيم الطيار السلف في الجزائر تتير إذن سجالا متواصلا وتشكل مخاطر فتنة بين عمم الناس ما يستوجب برأي متابعين تقويدها بإجراءات صارمة وحكيمة بعيدا عن المقاربة الأمنية محمد جراد على الحرة الجزائر